ده برضو بيخليني أسألك من وقع الخبرات ومرورك بتجارب كتير جداً مع العديد من الأندية إيه أسباب الخسارة أو الخسائر المتكررة مع الإسماعيل؟ هل في حاجة معينة أنت حطت إيدك عليها؟ كل مباراة لها ظروفة ولازم نحلل كل مباراة على حدة وفي كل مباراة لم نصل لأفضل حالاتنا وإحنا ندخلين عليها ومع الآلي إحنا دخلنا وقت كبير جداً من التدريب وكونا مستعدين جداً بالنسبة آية ولكن مع المحلة تاني مباركة مع المحلة إحنا فعلاً ارتكبنا أخطى وبعدين بعد المحلة إحنا مع فاركو مع أصموحة ومع آخر مباراة مع سربيكا كيلو باترة كان في حاجات كويسة جداً بأمانة بتكلم معكم بأمانة كان في حاجات كويسة جداً وإحنا كنا نستحق أكثر من نتوطين من الثلاث مباراة دي وإحنا كنا نستحق للفوز في أي مباراة من دولنا هل تتخيل أو تتصور أن مباراة سموحة والخسارة في الإسماعيلية هي كانت واحدة من ضمن الأسباب اللي عجلت بقرار الإدارة؟ مباراة سموحة مباراة سموحة كانت مباراة أنا أعتقد أنها كانت حادثة كانت مجدداً لأنه كانت مجدداً لأنه كانت غرط بتاع فوزي خطأ من فوزي أنه الكرة قربت منه وده اللي خلاه يخش فيه قون أنا في الشوط الثاني لعبنا كويس جداً بس ما عليش نخلق فورص كويسة للتهديف ولكن أنا معرفش مش قادر حدد كويس أنا في كل مباراة طبعاً أنا أعملت أقصى قودي في كل مباراة ولكن موضوع أننا نوفق أو لا نوفق دي حاجة خارجة عن إرادتنا هذه هي كرة القدم بعد بعد بعدها تكبير وتحليل الموقف تتفكر دلوقتي أنا مثلاً بالنسبة لها أنا ببعض أفكر بل أنفسي عملت كل ما في قودي